بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارات البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة وناقشت الوزيرة مع المسؤولة الأممية دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ قاب 27 في عام 2022 وتم تحدثها مرة أخرى في عام 2023